اهلا بكم من جديد مع نهاية الأسبوع ترجع مؤشر EGX 30 بأكثر من 19% ليغلق عند مستوى 10880 نقاط ترجع أيضا المؤشر 70 بـ 18% وهبط مؤشر EGX 100 بأكثر من 18% كل هذا وسط تدولات بقيمة مليار وتسعمائة مليون جنيه تقريبا لمزيد من التحليل حول تحركات السوق يشرفنا بعد غيبة الأستاذ وقل عينبا خبير أسواق المال أهلا وسهلا يا وقل أهلا بك سعيدين معاك بداية نحب نعرف منك تحليلك لترجع المؤشرات في البورصة خلال الأسبوع بالرغم من أن احنا عندنا إعلانات قوية جدا لنتائج الشركات على مختلف القطاعات بالفعل السول مصري بيمر بحالة غريبة جدا يعني احنا الأسبوع ده عندنا اتنين محفزات كانت المفروض تدخل السول فيه بشكل كبير أول محفز إعلان رئيس السيسي عن طرح العاصمة الإدارية في البورصة لازم يبقى له تأثير واسع وممتد ما يبقاش جلسة واحدة لأن طرحها يبقى كبير ده بيعكس اهتمام الدولة بالبورصة فده ممكن يقول أنها يتبعوا إجراءات تانية ولكن تأثيره كان جلسة واحدة فدي خبر الحاجة التانية زي ما أنت بتقولي نتائج الأعمال نتائج الأعمال كل الشركات عاملة نمو غير عادي وشركات قيادية يعني مش عايزة أعد الأسماء ولكن شركات قيادية عاملة نمو من 20% لـ 400% فدي نمو عالي جدا ومع ذلك أسعار أسهمها لم تستجد ده بالنسبة للأسهم القيادية اللي احنا بنقول عليها عامود البورصة اللي هي في إيه جوه إيجي أكس 30 تعالي بقى على العكس إيجي أكس 70 شهية المخاطرة منتفخة بشكل غير عادي فيه شهية للمخاطرة غير عادية أسهمه بتصعب بشكل غير عادي ممكن أقول أنها بشكل خطر جدا بعض أسهمه تجاوزت أعلى سعر فيه تاريخها ده بيفكرني بشهية المخاطرة والمضاربة من 23 سنة على سهم مدينة الامتاج الإعلامي اللي احنا عاديين فيها دي حصل عليه مضاربات عنيفة وكان ساعتها المضاربين اللي في السوق بالزبط نفس الستايل بتاع المضاربين ليومين دول خدوا السهم لغاية 70 جنيه لما الفقاع انفجرت ونزل نحن النهاردة بنكلم في 7 جنيه بعد 23 سنة لأنه كان صعوده كان مبالغ فيه برضو الصعود اللي بيحصل ليومين دول اللي بعض الأسهم مبالغ فيها عندنا ساهمة مثلا زي زهراء المعادي ده النهاردة قيمة السوقية قد قيمة مصر الجديدة ومدينة نص المجتمعين وده برضو مش منطقي فيجي X70 بيسلك مصار غريب شوية علينا ويجي X30 برضو بيسلك مصار غريب في الاتجاه الآخر يعني واحد في الاتجاه الصعيد والتاني في الاتجاه الهابط لسه لغاية دولات السوق ومش مبررات أو عوامل قوية أو عوامل أصلا تؤيد أي من الاتجاهين طبعا يعني المفروض العكس يبقى صحيح يعني الاتجاه الصعود لجي X30 مع نتاج الأعمال مع الأخبار المغزلة اللي احنا بنسمعها دي المفروض كان يبقى أحسن من كده وجاني الأرباح ويقاف الصعود الكبير لبعض الأسهم في جي X70 كان المفروض يبقى أحسن من كده طيب زي نربط ده بسيولة المرتفعة في السوق المصري يعني بقينا بنشهد جلسات بقيم عالية جدا لم تشهدها السوق لأشهر طويلة النهاردة مثلا تحت 2 مليار بحاجة بسيطة جدا وفي أيام تجاوزنا هذه المبالغ وفي بعض الأحيان كانت ضعفة هذه المبالغ السيولة دي جاية كلها في سيولة إي جي X70 يعني احنا بنلاقي إي جي X70 بينفذ تنفيذات أعلى من إي جي X30 بنلاقي أعلى 5-6 قيم تداول في السوق كلها الأسهم مضاربية أسهم إي جي X70 ليه؟ سيولة إي جي X70 دي جات من أكتر من عامل أول حاجة المضارب اللي بيشتغل في السه بيشتريه وبعدين يحطه في بنك وياخد عليه 50% مرجن يأخذ 50% دي يدخلها السوق تاني في نفس السهم ويرفعه فلما يرفعه المرجن بتاعه يرتفع يدخله في البنك ويرفع المرجن ويأخذ 50% مرجن يدخلها في نفس السهم لذلك بلاقي أسهم بتأسعد بلا تعقف ليه؟ في سولة بتغذيها اللي هي سولة المرجن دي أول نقطة بيشتغل عليها المضارب النقطة التانية المضاربين قدروا أنه هم ينسوا المتعاملين قواعد التعامل في البورصة الآمن اللي هي؟ اللي هي مضاعف ربحية قيمة أصول إن أنا أعرف أنا بشتري إيه في وقت إيه أتبع التحليل الفني لا دلوقتي بدأ يبقى فيه صعود مبالغ فيه بدون توقف وده خطر دي مشكلة كبيرة جدا أنه في فكر المستثمر في البورصة طبعا حضرتك تكلم على شريحة مضاربين لكن الدخول في البورصة الشخص اللي بيختار إنه يشتري ساهم في شركة ما هو يجب أن يفهم إنه هيبقى جزء من هذا الكيان ويجب أن يصبر عليه بعض الشيء يعني حتى بيشتري جزء من كيان فعلا واستثمار وده المفروض ولكن لما بيخشوا السوق وبيلاقوا الأسهم الفنديمينتال الكبيرة ما بتتحركش واللي بتتحرك أسهم مضاربية هو طبيعته بيحول من أسهم إيجيكس 30 إلى إيجيكس 70 المشكلة في حاجة لما تنفاجر الفقعات دي وتنزل الأسعار بيلاقي شكاوة من المستثمرين كلها إن هيئة سوء المال ما حميتهمش أنا عندي اقتراح له هيئة سوء المال في معاضيع المضاربة دي هيئة سوء المال إحنا بنقول التدخل في السوق غلط ولكن ممكن تعمل إجراء واحد يخلي الشغل العادي في السوق بدون إلغاء عمليات وبدون إيقاف تدول أسهم إن هي تلغي أثر العملية على سعر الإقفال طالما أنا شايف إن الشركة دي كويسة وبستحوز عليها خلاص الهيئة تلغي أثر العملية على سعر الإقفال يعني كل يوم أنا برفع السهم لا الهيئة تلغيلي الإقفال ولكن الاستحواز بتاعي يكمل الطلوع بالسهل سهل الطلوع من السهل صعب المضارب وحصل لبعض المضاربين من خمسة شهور بيفضلوا حبيسي هذه الأسهم حبيسي فيه أسهم كتير ضربت زي دايس شفناها من ثلاثة ونص لجنيه شفنا بلتون من أربعة ونص لاثنين جنيه في ظرف اسبوعين ثلاثة فكان هبوط ضرامي لذلك احنا بنقول هنا على المتعاملين في السوق اتخاذ الحذر نوعا ما المضاربة ما بنمنعهاش الصعود ما بنمنعهوش ولكن بالشكل اللي احنا بنشوفه ده وصل لمرحلة خطر شوية طيب حضرتك بدأت حديثك بالطروحات المنتظرة هل شايف انه الطروحات على اختلافها ستعطي حوافز كافية للسوق في الفترة المقبلة؟ يعني حتى لو ما كانش رد الفعل مباشر لكن وجود فعلا أدوات تنزل البورصة بشكل حقيقي بص يا حضرك احنا دايما بنقول السوق ما بيطلعش ليه السوق ما بيطلعش ليه وبنقول أجنب ما بيجيش ليه عشان عايزين بضعها جديدة بداية كلام الدولة ومين اللي بيتكلم ده رئيس الدولة ان فيه بضعها جديدة داخل السوق ده في حد ذاته اجراء حالو لما رئيس الوزراء يقابل رئيس البورصة أول مبارح ويتكلموا على اجراءات القيد في البورصة ده اجراء حالو كل ده بيقول ان البورصة بدأت تخش بقرة اهتمام الدولة ليه؟ لان البورصة هتبقى عامل من عامل تمويل الدولة النهاردة لما رأي سولي انا عندي العاصمة الإدارية ممكن يبقى فيها كاش 100 مليار وممكن يبقى فيها اصول من 3 ل 4 تريليون طب عشان اسيل هذه الممتلكات الرهيبة للدولة اسيلها عن طريق ايه؟ عن طريق البورصة لان من ضمن وزافة البورصة التخارج ان الدولة لو عايزها تتخارج بجزء من ملكيتها هتلاقي سوء تعرض فيه بضاعتها طب لازم السوء ده ينشط لذلك هنا لازم نصير نقطة مهمة جدا يجتمع فيها رئيس الوزراء وزير المالية ورئيس البورصة ورئيس الهيئة الاربع مجتمعي لازم يسمعوا كلامنا النهاردة تأجيل او الغاء ضريبة الارباح الرأس المالية مرة تانية؟ طبعا الهدف الاولاني ما تحققش ان هي اجلها او الغيها وااجلها لكن انا ندخل في حلقة مفرغة يعني ضريبة اخدت منها نقاشات كتيرة جدا وفي النهاية ما حصلتش اللي احنا وانه في النهاية يجب ان يكون هناك استقرار يعني سواء كنا مع او ضد بس يكون فيه قانون او مبادئ معينة يقدر المستثمر انه يبني عليها قراراته نشوف الاسواء النشأة المسيلة اللي جنبنا اللي بتايزب مستثمر اجنبي بتجيبه ازاي؟ انتي عايزة النهاردة تكتزب مستثمرين اجانب بيدخلولك سيولة في السوق عشان حجم السوق يكبر عشان يستحمل طرح زي العاصمة الادرائية ده طرح كبير جدا عملاق هيماثل طرح ارامكو السعودية طرح عالمي وهيخش بورصات عدة مش في البورصة المصرية بس يعني اتوقع العاصمة الادرائية تقيد قيد مزدوج في البورصة المصرية وعدة بورصات اخرى هيبقى لها برنامج ترويج كبير كل ده لازم هنا وزير المالية ما يبصش لجانب واحد فقط وهو عوائد اراد ضريبة الارباح الرأس المالية لازم يبص عوائد الدولة لكن الاهم استدامة القرارات واستمراريتها لانه في المرة السابقة تقرر انه يجمد القرار لثلاث سنوات صح وفي اخر لقطة يعني في ضرنا عدنا سنتين نتكلم في الموضوع العوائد في اخر لقطة صدر القرار انا مع حضرتك هنا لازم يبقى القرار بدري ولازم يبقى القرار بعيد شوية لان انت عندك حاجتين عندك طروحات جديدة بنك القاهرة انبي البترول شركات الجيش اللي الرئيس برضو اعلن عنها السنة اللي فاتت الشركات دي العملاقة دي هتخش يوما محتاجها سوق عملاق الحاجة التانية سندوقنا دي كان قال للدولة ان هي تبيع مساهمتها في 23 شركة حكومية بعواية تصل الى 80 مليار ما يدرش ينفذوا حاجة غير طرح الشرقية للدخان طرح 4% فقط لغير فلازم يبقى السوق جاهز انه يستوعب كل الحاجات الكبيرة دي طب ادي جاذبية السوق في ايه انك انت اولا هتنزلي ورق كديد نعم فيجيله مستثمر وفي نفس الوقت اجل على الأقل للضريبة دي خمس او ست سنين قدام على ما السوق يستقر ويستوعب للطرحات طيب خلينا نعرف من حضرتك تصورك لأداء القطاعات في الفترة اللي جاية وايضا توقعاتك بخصوص الحركة في البورصة طبعا قررت الفايدة الاخيرة وايه الرؤية بشكل عام دلوقتي عالميا بيقال ان فيه تضخم جاي على الأبواب وبالفعل بدأت السلع تزيد الحديد والخشب والألمونيوم والغاز والبترول فإذا فيه تضخم يبقى القسهم اللي بتشتغل في سلع هتطلع يعني القسهم بتشتغل في قطاع الحديد تطلع في قطاع البترول الكومويات عشان البترول والغاز تطلع فأنا بقول الأسهم اللي بتشتغل في الألمونيوم تطلع ليه لأنها هيبقى فيه تضخم فأسعار هذه السلع نفسها تخلخمات زي ما شفنا مثلا العزة عمل نموغ أرباح تلاتين ستة غير عادي ليه لأن أسعار الحديد عالميا ارتفعت فأثرت على النتائج دي أول نقطة النقطة الثانية قطع العقارات أنا مع مقولة إنه يمرض ولا يموت ولما هنطرح عاصمة إدارية في السوق يعني هنطرح قطاع عقارات يبقى لازم القطاع كله ينشط بشكل كبير لأن الطرحة أكيد هيبقى بأسعار الأسعار اللي احنا بنتدول عندها مضاعف ربحية ومضاعف أسوة القطاع العقاري عموما في مصر بدأ يتنفس وينشط في الشهور الأخيرة كلنا ملاحظين ده عارفة ليه؟ عشان الفايدة نزلت فالناس الأصحاب الودائع بتدور على بديل فبدأت تخرج على هو ده البديل المباشر والسريع بالنسبة للمصريين الناس بتعتبروا استثمار آمن والطلب على العقار في مصر مش هيقل السبب عدد الزيجات في تزايد مليون حالة زيجة سنوية حالة جواز سنوية مليون يعني المليون دول عايزين على الأقل مليون شقة هنقول نصف مليون شقة ففيه طلب متجدد غير الطلب الكامل اللي ماركون من سنين بس هو الطلب في شريحة والعرض في شريحة تانية العرض في شريحة الفاخر قوي والطلب في شريحة المتوسط والمحدود فجاءت الدولة عملت مبادرة التمويل العقاري لبتلاتة في المية بمئة مليار جنيه عشان تقدر تنشط القطاع ده المتوسط والمحدود فإذا في طلب دائم على العقار في مصر بالنسبة للقطاع المالي غير المصرفي كان نشط في وقت سابق ايه التوقعات بالنسبة له في الفترة اللي جاية؟ هو هينشط مع نشط البورصة لأن القطاع ده بيشتغل فيه البورصة سواء تدول أسهم أو إدارة سنديق أو إدارة محافظة أو ترويج وكتتاب وكده لذلك لما شفنا شركة هرمس عملة نموه ونتائج أعمال في تلاتين ستة حوالي خمسة عشرين في المية كان معظمه من الترويج ومن عمولة السمسارة فكل ما تدول البورصة حدريك بتقول لي وصلنا للاثنين مليار وهنزيد وهنوصل للثلاثة والأربعة فلازم القطاع ده راخر ينشط مع مواكبة نشاط التدول في البورصة أكيد القطاعات اللي أصبح عليها العين في الفترة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا القطاع الطبي أيضا قطاع التكنولوجيا المالية وقطاع التكنولوجي بشكل عام يمكن ما فيهوش شركات كثيرة مدرجة لكن علي العين وأصحاب هذه الشركات النشئة اللي بعضها كبر جدا بيفكروا بشكل جاد أنهم يطرحوا في البورصة قطاع التكنولوجيا نشط أكتر من قطاع الأدوية يعني في السوق عندنا شركة فوري وعدة شركات بتعمل في قطاع التكنولوجيا ارتفعت من مارس العام الماضي أيام عزة أزمة كورونا لغاية السنة دي ارتفاع جيد جدا جدا ممكن أربع أضعاف ليه نشط أكتر من قطاع الأدوية قطاع الأدوية في السوق عندنا محدود ما فيهوش سيولة عالية غير قطاع التكنولوجيا فيه سيولة عالية يعني مبارح فيه صفقة على شركة فوري بمليار و300 مليون رقم كبير جدا تدول قطاع الأدوية في السوق ضعيف السنة دي دايما بتبص لسيولة السهل مع التحليل المالي والفني وتوقعات المستقبلية للأرباح بتبص للسيولة أنا النهاردة لو دخلت أشتري بمئة مليون جنيه هاخد كم يوم أشتري ولما أجابعهم هاخد كم يوم أبيع لكن في قطاع التكنولوجيا ممكن في يوم واحد يشتري السفقة وفي يوم واحد يبع فده اللي نشط أكتر شوية من قطاع الأدوية وإيه توقعاتك لأداء البورصة الأسبوع المقبل لو بنتكلم عن أداء المؤشرات EGX 30 و EGX 70 هل حيفضل الاتجاه العرضي للمؤشر التلاتيني والتحركات الكبيرة في السبعين؟ إحنا الأسبوع اللي بعد الجاي هنبدأ تطبيق العشرين في المية صعود وهبوط في اليوم بابتداء من يوم اتنين تسعة فأنا بتوقع الأسبوع الجاي تبدأ المراكز اللي مفتوحة في أسنو المضاربة تقل شوية المرجني يقل شوية لأن الزبزبع عشرين في المية فوق وعشرين في المية تحت أربعين في المية فده تبقى خطر جداً لأي مضاربة فلذلك أنا بتوقع أن EGX 70 يبدأ فيه عمليات جاني أرباح EGX 30 ما زال منتظر السيولة الكبيرة من الأجانب والعرب والمؤسسات المصرية أنا بشكرك جداً وائل عينبة خبير أسواق المال على وجودك معنا نهاردة وطبعاً نلقاك قريباً في تحليل آخر للسوق إن شاء الله شكراً لك مشاهدين هكذا نصل لنهاية مال وأعمال أشكركم جزيلاً على المتابعة ودائماً نراكم على كل حير